حينما يكون هاجس الانتصار في الحرب بأي وسيلة كانت فلا عجبا من رؤية الميليشيا وهي تستخدم المدنيين دروعا في حرب يقتل فيها البشر قبل أن تهدم فيها الحجر فبعد اشتياح العاصمة صنعاء والتمدد إلى مناطق أخرى لم تتوقف الجماعة الإنقلابية يوما عن انتهاك القانون الإنساني عبر سلسلة من جرائم الحرب أبرزها استهداف المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية ولعل من تلك الانتهاكات تعريض حياة العشرات من المختطفين للقتل المباشر من خلال وضعهم أهدافا للقصف كان آخرها وضع عدد من الصحفيين والمدنيين في سجون بمحافظة ذمار تعرضت بعد ذلك لقصف طيران التحالف وعرفت آنذاك بمذبحة هران خبراء في الأمم المتحدة يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن قالوا إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية وبحسب التقرير الذي أعد فإن لجنة العقوبات ستستخدم المعلومات لتقرر ما إذا كان يجب إدراج المزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء لاشتراكهم أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وعلى ذات طريق الحرب على الأبرياء ما تزال الميليشيا تتخذ من المدارس والمرافق الصحية والأحياء الآهلة بالسكان مكانا لتخزين أسلحتها تظل حرب الميليشيا إذن في كل حال من الأحوال عدوانا وقتلا وإزهاقا لأرواح الأبرياء ولا يمكن أن تكون عادلة أو أخلاقية بأي حال من الأحوال